السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع فيديو جديد أنا عمد عليوة سعيد جدا بوجودي معاكم هنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة عن نقطة مهمة جدا ومزعجة لأغلبنا هنتكلم عن الإشعارات في متصفح جوجل كروم حددت متصفح جوجل كروم لأنه هو من أشهر المتصفحات حاليا لم يكن أشهرهم وكمان أنا مهتم جدا بمتصفح جوجل كروم لأنه هو يعتبر أأمن متصفح وخصوصا لمنشئ المحتوى والعاملين على أي منصة من المنصات التي يدعمها جوجل سواء كان بلوجر سواء كان بقى أدسنس سواء كان يوتيوب أي منصة من المنصات دي هتكون أمن حاجة أن تشتغل عليها المتصفح الخاص جوجل وهو المتصفح جوجل كروم هنتعلم مع بعض النهاردة إزاي نحن نمنع الإشعارات المزعجة ونمنع الإعلانات المنبسقة بمعنى أضاك برضو وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة هينقسم لثلاث محاور المحور الأول نحن هنزيد الإشعارات المزعجة من متصفح جوجل كروم سواء كانت إشعارات عادية أو إعلانات منبسقة من المتصفح نفسه على الكمبيوتر أو على الديسكتوب الطريقة الثانية نحن هنمنع الإشعارات من جوجل كروم برضو ولكن في الأندرويد التطبيق الخاص بالأندرويد هنمنع الإشعارات منه الطريقة الثالثة نحن نتعلم مع بعض إزاي نحن نمنع الإشعارات عموما ونتحكم فيها بشكل كلي سواء كان لجوجل كروم أو لأي تطبيق تاني تحكم كامل في كل الإشعارات من الموبايل الخاص بيكل ده هنشوفه في الفيديو بتاع النهاردة طبيعي إننا نتمنى أن الفيديو ينالي إعجابكم جميعا وأتمنى طبعا دعموكم ليا سواء كان بلايك أو سبسكرايب أو شير الفيديو الوقت يلا بينا ننتقل للشرح مباشرة أهلا بيكم مرة تانية ودلوقتي هنبدأ مع بعض الشرح وهي طريقة إزالة الإشعارات المتصفح الموجودة عندك وهتروح للثلاث نقط اللي موجودين فوقه هنا دول طيب النقط دي ممكن يكون ما كانها يمين أو شمال حسب لغة المتصفح الموجودة عندك ومنها هتروح للاعدادات أو الخاصة بالشرح العدادات الخاصة بالمتصفح ومنها هتروح لحاجة اسمها أعدادات الموقع اللي هي بعد ما تدخل فيها في حاجة هنا اسمها بتنزل فيها تحت كده طبعا انت ممكن تعمل من هنا كده خلاص فيش اي اشعار هجيلك الاشعار مش هجيلك بأي طريقة ايا كانت تمام وهنا بتلاقي المواقع المسموح لها انها تديك اشعارات لو انت سمحت لبعض المواقع المعينة ولو في موقع بعينه بدايقك انت مش عايز الموقع ده بس يوصل لك هتبدأ انك تحدد وتدخل في الموقع ده لو دخلت هنا كده في عندك هنا طبعا انت دخلت انا دوقتي دخلت في موقع معاعدة لو رجعنا تاني خطوة وورا كده وليكن هنا مجموعة من المواقع منها مسلا جوجل درايف دخلت انا في جوجل درايف انا مش عايز جوجل درايف هو بس لبعضت لاشعارات هنا عندك مسلا في هيقول لي اسألك اعمل لك اللاو اسمح لك اعمل لك بلوك توصل ليش خالص باي طريقة ايا كانت تمام دي الطريقة طيب المواقع دي اصلا بتيجي منين ومنين تديني اشعارات دي الحاجة اللي هنعرفها دلوقتي في سانية واحدة عشان خاطر نكون مواضحين لو دخلنا على موقع زي موقع مسلا اي جي بست اي جي بست من اكتر المواقع اللي بتتأذنك عشان تديك اشعارات لو دخلت على الموقع بالشكل ده كده مجرد ما الموقع يفتح بعد ثواني معدودة هتلا الموقع هيديك هنا مجرد هل تريد استقبال اشعارات مجرد ما تنتك نعم انت هنا فتحت المجال ان يجي لك اشعارات متكررة من الموقع بشكل مستمرة طبعا انت ممكن تجنب الحاجة دي ادوص لاحقا او تقفلها من هناك ان هتمنع الاشعارات بشكل كلي وبكده احنا خلصنا يقاف الاشعارات ومنعها في متصفح جهو الكروم للدسكتوب لجهاز الكمبيوتر الخاص بيك ودلوقتي هننتقل بالشرح بتاعنا للاندرويد نحنا نمنع الاشعارات من متصفح نفسه بنفس الطريقة تقريبا وكمان ان احنا نمنع الاشعارات من الهاتف عموما وزي اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي على الهاتف الخاص بينا للمرحلة التانية وهي منع الاشعارات من المتصفح ولكن على الهاتف الخاص بيك هتروح لمتصفح جهو الكروم عشان تقدر تمنع الاشعارات الخاصة بيه بنفس الطريقة اللي شرحناها تقريبا هتروح للتلات ناط اللي موجودين فوق هدوص عليهم بالشكل ده طبعا انا عندي هنا لغة عربية جميل جدا بحيس يكون فيه تفاوض في الشرح كمبيوتر كان انجلش وهنا باللغة العربية منها برضو هتنزل لاعدادات الموقع هتدور لحد ما تلاقي اعدادات المواقع الالكترونية هتنزل منها في حاجة هنا اسمها جميع المواقع وفي حاجة اسمها هنا الاشعارات في السؤال اولا وفيه طبعا نستماع بطلب هنا بقى خلاص فيش اشعارات محدش يديني اشعارات بشكل كلي او بشكل جزئي وهي ده تكون النقطة الثانية من شرح النهاردة وضحت وننتقل للنقطة الثالثة والعجبان جدا في تحديثات الاخيرة للاندرويد وهي الاشعارات عموما خلاص اشعارات عموما بقى لها بند لوحده نقدر ان احنا نتحكم فيه بشكل كلي زي ما نشوف ده دي من الضبط الخاص بالهاتف بتاعنا هتلاقي فيه خلاص بقى فيه بند كامل للاشعارات الاشعارات دي فيها كل الاشعارات عندك تم الارسال حديثا ايه اللي بعتلي اشعارات مؤخرا ممكن مسلا الرسائل حتى رسائل الهاتف حتى المكالمات حتى اي تطبيق من التطباط اللي موجودة انت عندك هنا فيه ازهار الاشعارات ممكن تخفي الاشعارات اشعارات عامة ممكن تبدأ ان انت تخفيها بشكل كلي زي ما انت عايد لو دخلت هنا على هتلاقي ازهار الاشعارات خلاص واتساب مش موجود تماما طيب اظهرت كده هتلاقي بقى فيه بعض الحاجات المعينة ازهار اشعارات المجموعات ازهار اشعارات الرسائل طيب فيه اخر مش عايزوا تظهر لي مسلا الناس خلال احتياطي الوسائط والتشغيل الحاجات دي كلها تقدر بقى تخفي تفلتر حاجات معينة تظهر بحاجات معينة ما تظهرش وتخفي الكل تمنع واتساب عموما من الظهور في الاشعارات وطبعا الاشعارات دي نقطة مهمة جدا قادر بقى انك تشوف كل التطبيقات اللي موجودة عندك تقدر من خلال عرض الكل تشوف كل الاشعارات المتاحة على الهاتف الخاص بيك تقدر انك تعمل لها تمنع الاشعارات اللي بديك من الظهور دلوقتي وصلنا للنهاية بعد ما شرحنا اتمنى ان اكون وصلتلك المعلومة بالشكل اللي اعجبك واتمنى انك تشوف فيديو من الفيديوهات المتوفرة في شاشة النهاية واتمنى ان اكون عند حص نظامك في مزيد من الفيديوهات قول لي عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه ودلوقتي مع الف سلامة دمتم في رعاية الله